اشتركوا في القناة كان مختطفا منذ سنة 2015 وزارة وشؤون الخارجية في رومانيا أعلنت بلاغ لها عن الإفراج عن يوليان جيرغوت الذي كان يعمل كرجل الأمن في منجم المنغيز أو المنغنيز الواقع شمال بوركي نفسه بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر والذي اختطفته يوم الرابع أبريل من 2015 جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلادية المغرب الإسلامي معبرة عن شكرها للمغرب على دعمه الهام من أجل الإفراج عنها أكدت رئاسة والنيابة العامة أنها ما فتأت تعمل جاهدة على مواكبة موضوع الاعتقال والتفاعل مع وضعية المؤسسات السجنية التي تعرف بعضا من الاكتضاد في ساكنتها من خلال توجيه عملي النيابات العامة بمقتضى دوريات وعقد اجتماعات مع مسؤوليها وأكد عبر تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال وأكدت رئاسة والنيابة العامة في هذا الإطار على أهمية ما ورد في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة إشكالية الاكتضاد بالمؤسسات السجنية لتفادي الانعكاسات المشار إليها في البلاغ وطنياً دايماً تشتغل مختلف المصالح التابعة لمطار وجدانجاد على قدم وصاق من أجل استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن ظروف وضمان أفضل جودة للخدمات المقدمة داخل المطار لنتابع التقرير لسوكينة مسوية تشتغل مختلف المصالح التابعة لمطار وجدانجاد على قدم وصاق من أجل استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أحسن الظروف المسؤولون على المطار داعفوا جهودهم لتعزيز إجراءات المراقبة الأمنية والجمركية والصحية فضلاً عن تجنيد فرق مكلفة بتوجيه ومواكبة المسافرين بلغت أعداد المسافرين التي مرت عبر مطار وجدانجاد دولي منذ بداية السنة إلى أكثر من 540 ألف مسافر هذه 540 ألف مسافر منها أكثر من 190 ألف مسافر منذ انطلاق عملية مرحبا في 5 يونيو 2023 هذه العملية التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله من أجل إنجاح هذه العملية قام المكتب الوطني للمطارات بالتنسيق مع جميع المتدخلين في الشأن المطارات بإعداد واحد لبرنامج عمل لكي يهدف التجويد تجربة السفار يحظى جميع المسافرين باستقبال خاص ومواكبة دقيقة خلال مراحل الوصول والتسجيل والمراقبة وتتكلف مؤسسة محمد الخامس لتضامن بتنسيق مع سلطات المطار بالمسافرين من ذوي لاحتياجات الخاصة وكبار السن وتصهر على تقديم التسهيلات اللازمة لهم حارصة الإدارة العامة للوكالة الحضرية في شخص مديرها على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم الاستقبال والتوجيه والمواكبة فعلى مستوى الاستقبال تم تخصيص فضاء على مستوى الوكالة الحضرية لاستقبال أفراد الجالية وعلى مستوى التوجيه تم وضع أرقام هواتف المسؤولين المكلفين بتدبير الميل الفاتر هنا إشارة مغاربة العالم جهود وإجراءات مكثفة يتخذها مطار وجد أنقاد لتسهيل استقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتلبية حاجياتهم الإدارية وكذلك تقليل فترات الانتظار مع ضمان أفضل جودة للخدمات المقدمة داخل المطار شكلت الخدمات الرقمية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية لشباب الجالية المغربية المقيمة بالخارج في جهة رباط صلى القنيط شكلت العنوان الأبرز للاحتفال بهذه الفئة في إطار اليوم الوطني للمهاجر الذي اختير له شعار الشباب المغاربة بالخارج انتظارات وإسهامات لنتابع التقرير لهشام فرحان خدمات رقمية متنوعة وضعتها جهة الرباط صلى القنيط رهن إشارة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج وذلك بمناسبة احتفالها باليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من غشت من كل سنة جماعة الرباط بدورها انخرطت في ورش الرقمنة من خلال وضع كافة خدماتها على المنصة الرقمية حتى يتسنى لشباب الجارية المغربية المقيمة بالخارج التعرف على المدينة وأهم معالمها والتعرف على كيفية الحصول على بعض الوثائق الإدارية من قبيل وثائق التعمير هذه السنة كما تلاحظون الستان دينا فيه سفر ورق حاولنا لأن الخدمة دينا كلها تكون الترافير واحد لكوير كود واحد للقين المعلوماتي عندما نعرف الشباب الآن أنه كله يكون عنده السمارتفون يجي يسكاني هذا الكوير كود وكان تعطيه الخدمات هذا ويكتسي الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر دلالات إنسانية عميقة حيث يشكل مناسبة لتعزيز الأواصر مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والوقوف على مختلف انشغالاتها وتطلعاتها وفي خبر آخر تحتفل المندوبية السامية لقدمائي المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لانتفاضة القنيطرة التفاصيل مع ردوان مستقيم خلال مهرجان خطابي نظمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تخليدا للذكرى التاسعة والستين لانتفاضة القنيطرة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضة تجسد انتصار إرادة القمة والقاعدة في مسيرة الكفاح الوطنية من أجل الحرية والاستقلال دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والمقومات التاريخية والحضارية في مثل هذا اليوم كانت الانتفاضة في القدس وعلى مراحل وشملت العدد كبير ديال الأحياء ديالمدينة القنيطرة ودواحيها واللي خرجت لي تعبر عن استياءها وعن استينكارها وشيشبها لسلطات الإقامة الأمة للحماية الفرنسية بعد نفي جالة السلطان سيد محمد بن يوسف إلى المنطق الساحق وتم بهذه المناسبة تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ومنح شهادات تقديرية لهم في التفاتة وفاء وبرور وعرفان وتقدير لمناقبهم الحميدة ومزاياهم الرفيعة وإساماتهم الغزيرة في معترك النضال الوطني والتحريري افتحوا مشاهدين الملف الدولي بجديد الأوضاع في السودان حيث وصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأوضاع في البلاد بالمزرية نظرا لنا أن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة لنتابع تقرير لسكينا مسوية دعت كليمنتين نيكويتا سلامي منصقة الشؤون الإنسانية في السودان إلى ضرورة السماح لجميع المدنيين الذين يحاولون الهروب من مناطق النزاع بالقيام بذلك بأمان ومن دون عوائق حيث نزح أكثر من أربعة ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار وأشارت سلامي إلى أن العديد من المحاصرين بسبب القتال لم يتمكنوا وفي بعض الحالات منيعوا فعليا من البحث عن الأمان في مكان آخر أما بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الهروب فهم يواجهون مخاطر أخرى هذا وتواصل مفواضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في العاصمة السودانية من خلال تقديم المشورة بشأن الحماية ومحاولات إيجاد طرق لنقلهم بأمان وفي جديد النزاع العسكر الداير بين موسكو وكياف أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجمات أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم موسكو وأتت هذه الهجمات غدات إعلان روسيا إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانت في طريقهما إلى موسكو عودة مع السكينة مسوية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 13 طائر أوكرانية مسيرة عدد منها أسقط قرب شبه جزيرة القرم والبقي قرب العاصمة موسكو وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية يأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا لهجمات متكررة تكثفت هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة واستهدفت خصوصا موسكو وشبه جزيرة القرم وفي هذا السياق حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الشهر الماضي من حرب متجهة نحو الأراضي الروسية معتبرا أنها عملية لا مفر منها وفي إطار هجومها المضاد الذي سمح حتى الآن باستعادة بعض البلدات أكدت أوكرانيا يوم أمس أنها حققت نجاحا جزئيا في بعض المناطق إلا أن القوات الروسية لا تزار تهاجم قرب كوبيانيكس في شمال شرق البلاد دولياً دائماً نصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا وصرحت الوزارة أن الأفراد والكيانات المستهدفين في العقوبات تشمل ثلاث شركات مملوكة للدولة المزيد من التفاصيل في تقرير رغدا قبولي وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة ضد بيلاروسيا أدرجت ثمانية أفراد وخمسة كيانات في قائمة بزعم تمويلها للحكومة البيلاروسية وزارة الخزانة الأمريكية صرحت أن الأفراد والكيانات المستهدفين في العقوبات تشمل ثلاث شركات مملوكة للدولة ومدير وإحدى الشركات التابعة لإحدى تلك الشركات مضيفة أن العقوبات استهدفت أيضا أربعة موظفين بوكالة حكومية في بيلاروسيا وثلاثة أفراد يسهلون التهرب من العقوبات لدعم حكومة لوكاشينكو وطائرة واحدة تم تحديدها على أنها من الممتلكات المحظورة ومن جهته الرئيس البيلاروسيا ليكسندر لوكاشينكو اتهم الغرب مرارا بمحاولة الإطاحة به بعد اندلاع احتجاجات حاشدة ضد حكمه في عام 2020 وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي قالت المعارضة إنه فاز بها عن طريق التزوير ومن جهته لوكاشينكو رد أنه فاز بشكل عادل بيلاروسيا بقيادة لوكاشينكو منذ عام 1994 تعد أقوى حليف لروسيا من بين دول الاتحاد السوفييت السابق وخلال شهر ماي الماضي قامت روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية في موضوع آخر تشهد إسبانيا موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الإيبرية في حال تأهب في حين وضع إقليم قرطبة بالاندلوس في مستوى اندار أحمر مع درجات حرارة فاقة الأربعين لنتابع باقي التفاصيل في التقرير لصفية عثمان من المتوقع أن تبلغ موجة الحر الثالثة هذا الصيف في إسبانيا ذروتها إذ تصل درجات الحرارة إلى أربع وأربعين درجة مئوية في وسط وجنوب البلاد فيما تحذر السلطات من مخاطر اندلاع حرائق الغابات هيئة الأرصاد الجوية الرسمية بإسبانيا قالت إن درجة الحرارة قد ترتفع أيضا إلى أربعين درجة مئوية في إقليم الباسك بشمال شرق إسبانيا وهي منطقة لا تشهد ارتفاع الحرارة إلى ذلك الحد وحذرت الهيئة مما يسمى بالعواصف الجفة التي يصاحبها رعد وبرق دون هطول أمطار في عدة أجزاء بالبلاد ووضعت أحد عشر منطقة في مستوى الإنذار الأحمر المرادف للخطر الشديد من بينها ثلاث مناطق في الأندلس واثنتان في مادريد واثنتان في كاستيا لامانشا وثلاث مناطق في إقليم الباسك وواحدة في كاستيا ليون ووضعت معظم أنحاء البلاد تقريبا باستثناء السواحل في حالة تأهب لكن بمستويات أدنى كما وضعت معظم أراضي إسبانيا في حالة تأهب قصوى من خطر نشوب حرائق وأدت موجات الحر التي سجلت في إسبانيا وأوروبا بشكل عام هذا الصيف إلى تفاقم الجفاف مما تسبب في خفض مستويات مخزونات المياه مع زيادة تبخر المياه واستهلاكها ودفع السلطات في إقليم كتالونيا إلى فرض قيود جديدة على استخدام المياه في ذات سياق قالت هاتو الأرصاد لولاية هواي نايا ساردور كان مسؤولا جزئيا عن هبوب الرياح تزيد عن 97 كم في الساعة أدت لانقطاع التيار الكهرباء وهزت المنازل وأوقفت تائرات الهيليكوبتر لمكافحة الحرائق لنتابع التفاصيل في السياق التقرير التالي حرائق الغابات الكبيرة فقد تسببت الحرائق التي أشعلها الجفاف والرياح القوية المرتبطة بإعصار دورا في إغلاق العديد من الطرق إضافة إلى أضرار هيكلية في جزيرة ماوي خاصة في مدينة لهينا السياحية الشهيرة كما اشعلت حرائق أخرى في جزيرة هواي والمعروفة أيضا باسم الجزيرة الكبيرة مما دفع المسؤولين إلى التحذير من كارثة وشيكة محتملة وأعلنت القائمة بأعمال الحاكم سيلفيا لوك عن فترة إغاثة طارئة ستستمر حتى الخامس عشر من غشة الجاري على الأقل وتعمل فرق الحرص الوطني في هواي على المساعدة في جهود الإخلاء والاستجابة للكوارث حيث دمرت الحرائق مئات الأفدنة في عدة مناطق تشمل كولا وشمال وجنوب كوهالا ويقع إعصار دورا على بعد أكثر من 800 كم جنوب جزر هواي وتبقى رياحه المباشرة على بعد مئات الكيلومترات من هواي لكن رياحا قوية تتطور فوق الجزر نتيجة الضغط العالي شمالا وانخفاض الضغط من الدورة جنوب بذلك مشاهدينا نكونوا قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتبع في أمان الله اشتركوا في القناة